قال مصدر محلي إن ميليشيا الحوثي اختطفت القاضي عبد الوهاب قطران في صنعه واقتدته إلى جهة مجهولة المصدر أوضح أن أطقما ومدرعتين للميليشيا دهمت منزل القاضي قطران قبل أن تقوم بالاعتداء عليه واختطافه إلى جهة مجهولة أتى ذلك وسط موجة تحريض تشنها قيادة ميليشيا الحوثي على نشطين وصحفيين وقضاة على خلفية مواقفهم الرافضة للجبايات والفساد والأزمات التي تفتعلها الميليشيا ذاتها في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح كانت ميليشيا الحوثي اعتدت الاثنين على الصحفي مجلس صمدي للمرة الثانية بعد ساعات من حكم أصدرته محكمة حوثية قضى بمصادرة إذاعة خاصة بممتلكاتها